كابتن خطيب النهاردة الحقيقة برضو من ضمن الأمور اللي بيعملها كابتن خطيب خلال هذه الفترة تواجده الدائم وكالعادة الحقيقة دايما بيبقى موجود مساندة ودعم ومؤذرة لا محدود لا محدود الحقيقة بيعملها كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في عز ما أنت بتدور على المدرب وقفة زي ما حضراتكم شايفين مع كابتن سامي أمصان ومع أليو ديانج وبيتطمن عليه طبعا وبيسأل الكابتن سامي حيكون موجود إمتى أليو يعني زي ما حضرتك شايف ده الكابتن خطيب بيعمل كده ليه يعني كابتن خطيب بيعمل كده علشان يقول اللعيب أنا معاكم ما هو أنا يبقى مجلس الإدارة بالكامر الكابتن محمود الوزير العمري الساس خالد بورتالي كل الناس اللي موجودة كل المجموعة اللي موجودة الحقيقة متمثلة في الكابتن خطيب بيسأله وبيقول له مين مصاب مين مش مصاب بيتكلمه وطبعا أكيد عارف بس حابب أنه هو يسمع من كابتن سامي أمصان زيارات عديدة جدا بيعملها الكابتن محمود الخطيب خلال هذه الفترة كابتن سيد راح قاعد طبعا كلاعدة مع كابتن محمود ويعني قال له تمام الدنيا تمام بيتكلم معاه عن أعتقد يعني بيتكلم معاه عن أمور الفريق الإدارية إيه اللي حيحصل الفترة اللي جاية هنعمل إيه الدنيا ماشي إزاي الأمور ماشي بشكل جيد كلام طبيعي جدا الكابتن خطيب الحقيقة دائما تواجده بيفرق كتير جدا 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 مع اللاعبين آخر حاجة بس عايز أقولها في إطار هذه النقطة زي ما قلت لحضراتكم بكرة 11 رجل في الملعب إن شاء الله ربنا هيكرمنا مع المحلة ومع بيرميدز ومع سموحة ومع كل المجموعة أو كل المباريات القادمة لحين ما يقرر وإحنا كجمهور حنقف في ظهر ندينا وحنقف في ظهر مجلس إداراتنا لحين ما يقرر مجلس الإدارة اسم المدير الفني الجديد